تعودنا حبت المشاهدين وعلى مدى سنوات طويلة والحكومات العراقية المتعاقبة كل حكومة تأتي بشعاراتها وأهدافها وبرامجها وتنتهي مدة الحكومة وترحل وتذهب معها هذه الشعارات التي كنا نتأمل ذات يوم أو شهر أو سنة أن يتحقق منها شيئا يذكر على الأرض ولكن السؤال الذي لا بد من أن تتم الإجابة عليه بالتحليل أو بالتوصيف أو بالوصول إلى الحقيقة لماذا هذه الحكومات لا تستطيع أن تحقق برامجها أو لا تستطيع أن تحقق أهدافها وبالتالي تذهب هل لأنها تعودت الخداع والكذب والتضليل والتدليس وعندما تصل إلى سدة الحكم تخرج من تحت الطاولات البرامج الخاصة للقوى والأحزاب السياسية وهذا شيء لا أحدا منهم يستطيع أن ينكره مستحيل لا يغرن هتاف القوم في الوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن قوى أجادة الكذب والخداع والتضليل وسياسة التجهيل والتغرير بالناس للوصول إلى السلطة وعندما تصل إلى السلطة كما قال أحدهم تعقد زواجا كاثوليكيا تشيل كل ما تلقي قدامها خفيف ثقيل غالي نفيز ثمين المهم أن تخدم هذه القوى من خلال وجودها بالسلطة لذلك الولد من يسولفون بالاستحقاقات الانتخابية وبالتوازن هي كلمات منمقة حتى تستطيع هذه القوى أن تحقق فوائدها وتحقق منافحها وتحقق مكاسبها لذلك نقول القائد الحقيقي والحزب الشريف والحاكم الشريف والذي يتمتع بالذكاء هو الذي يخطط عندما يضع برنامجه الحكومي أنه أنا أريد أن أحقق سين بعدها يحدد ما هي الآليات التي يمكن بها ومن خلالها أن يحقق هذا الهدف إذن تضع الهدف وتضع الآلية لتحقيق هذا الهدف ومن ثم تأتي ما هي المعوقات التي يفترضها أو سينتجها الواقع لعرقلة تحقيق هذا الهدف بهذه الرؤية تستطيع الحكومات أن تحقق عندما تفكر فعلا وحقيقة أنها جاءت لتحقق برابج حكومية حتى نلقي الحجة على الآخر حسن مرات الحكومة لا تستطيع أن تحقق هدفها أهدافها كاملة لكن تحقق خمسين تحقق ستين تحقق سبعين هم رحمة سبع حكومات عندنا هملوا على عشرين عشرين ثلاثين ثلاثين نصل إلى مستوى غير هذا المستوى الرزيل التي عيشتنا بها الحكومات المتعاقبة وغير هذا الواقع المزري الذي عيشتنا بهذه الحكومات السابقة فلذلك عندما يحكمك الجهلة وعندما يحكمك الفاسدون فعلينا جميعا أن نؤمن أننا سنعيش أياما تشبه جهنم على الكافرين وها نحن نعيش والمشكلة التشذاب لا يصر لشارة والمشكلة الأكبر عندما يوغل بالكذب وعندما يصبح الكذب منهجا وجزءا من حياة السياسية اليوم بعدما الناس احترقت الناس استلقت بالحر وهذا في كل مرة سادس سابع ثامن شعب لازم يعيش تحت خط الحياة لأن الكهرباء ما قل فهنانا حتى ترجع تخدع الناس من جديد ينبري لها المنبرون يتصدر لها المتصدرون سنذهب للتحقيق وش قد حلو عمو بيش تحقق حباب بيش تحقق بابا لماذا فشنا في الكهرباء يوم مفدوة هذا السؤال الكبير والخطير ورث من طع السنة جاي تسألني هسه لماذا فشنا في الكهرباء ويجب التحقيق مع الوزارات والوزاراء الآخرين لماذا ولماذا أولا سارت التعاقدات وليس سارت التعاقدات ما ننسوي حباب ما ننسوي عمو صارنا 17 سنة لا خلينا محلل لا خلينا ملف لا خلينا وزير لا خلينا غفير لا عرضنا فساد لا سولفنا لا قدمنا ملفات شاتة شنو بعد ما تربعت لا حكا من تالي ورث من طع السنة تجي تسألني أو تسأل روحك يجب أن تسأل ويجب أن تشكل لجنة من البرلماني والمختصين والأجهزة التنفيذية لمعرفة كذا اشتسأل عمو اشتسأل حباب هذا في السياسة يسمى امتصاص نقبل الشعب وذن حبابين ذن حفظناهن حفظناهن ايه بهذا الكذب بهذا التدليس وتعرف ياشي أقول لك كذب عمو تعرف ياشي أقول لك كذب لأن لو كنت صادقا أنت وغيرك ومن سبقك لكان قد حقق في السنوات الأولى هاي احنا مو أول سنة مستلقين ولا ثالث سنة مستلقين بس لما يبدأ الشعب ويبدأ الطوفان وتحسون الإحبار راح تلتف على رقابكم سنحقق مع الوزير ما حققتوا يا ابديت الحكومة بهاي الحكومة وأقسم لكم بالله وحق من رفع السماء وبسط الأرض لن تعاقبوا أحدا منهم وهذا قسم قدام العراقيين والله يشهد عليه تدري لي ايش ما تقدر لأنكم كلكم شركاء أو كلكم أخدتم لفلوس الكهرباء أو كلكم اتعاقبتوا على وزارات الكهرباء واخدتوا قيادكم بديكم فذني اللي يرجوه يعني إن كان هناك خطابا مشتركا بيننا وأن لم يكن ولكن إن كان لكم أذالا بقي منها شيئا تسمعون به هذه الحيل لن تنطلي على شعب ذاق الأمرين أي سير ونأتي لندخل في متاهة حكومة السيد الكاظمي وهو رجل على قولة عبد الحليم ابتدى عنده المشوار السيد الكاظمي يريد أن يعيد هيبة الدولة قبل أن يصل ليجلس على هذا الكرسي اللعين عليه أن يسأل نفسه وكابنته الحكومية والسادة المستشارين الموقرين أن يعرف في زمنه وقبل زمنه من هم الذين اختطفوا الدولة ومن هم الذين لا يريدون هيبة للدولة وتروح علي قبل نقول لها بن عمي أنت متهم بخطف الدولة ومتريب سيادة للدولة فقد خيارين لو تجي للدرب لو أنت حسدي ليش لحد الآن إحنا تايهين وأنت تايهين أبذني نقدر ترجمة نانسي قنقر